مرحبا بكم نقدم لكم اليوم قصة واقعية عن سوء الخاتمة لعل في ذلك عزة وعبرة لمن تبقى في قلبه شيء من الإيمان ورغب في الرجوع عن المعصية والتوبة النصوحة إلى الله سبحانه وتعالى عن كل ذنب ارتكبه في حياته نبدأ القصة بأحدى المغسلات في الحرم المكي والتي تقوم بتغسيل النساء ومن توفي منهن في داخل الحرم أثناء قيامهن بالعمرة أو الحج وتروي أن إحدى السيدات قد توفت وهي تؤدي مناسك العمرة وجاء بها لتغسيلها وتسليمها إلى ابنها لكي يتم دفنها وتروي هذه المغسلة للشيخ أنها عندما بدأت في تغسيل السيدة بدأ جسدها في التحرك وبدأت تتمسك بعربة التغسيل بيدها في كل مرة وقالت أحاول سكب الماء على جسدها وارتعبت المغسلة كثيرا وخافت من هول المنظر لم يصدق الشيخ روايتها وأقسمت أن ما رأته كان حققيا ولم تتخيل ذلك أبدا حتى أنها اضطرت إلى إحضار ابنها بعد مشاهدتها لذلك المنظر وطلبت منه أن يرى ما رأت بأم عينه وبالفعل عندما حاول سكب الماء عليها مرة أخرى بدأت في التمسك مجددا بعربة الغسلة بدأ ابنها في البكاء بشدة وبدأت في لمس نبضها وضربات قلبها وطلبت إحضار طبيب للتأكد أنها فارقت الحياة وعندما جاء الطبيب وأكد لهم أنها خالية من أي نبض وأن ضربات قلبها قد توقفت منذ أكثر من ثلاثة وعشرين ساعة فازدادت حيرة المغسلة وازداد معها بكاء ابنها الذي ارتفع صوته في أنحاء المغسلة وبعد إلحاح شديد من المغسلة لمعرفة تفاصيل عن حياة المتوفية وكيف كان حالها في الدنيا أخبر ابن المتوفية أنها كانت تصلي وتصوم وتفعل الكثير من أمور الخير ولكن كان بها عيب خطير لم يستطع أحدا منعها منها وقد جاء لأداء فريضة الحج طلبا من الله سبحانه وتعالى أن يساعدها في التخلص من هذا الذنب إنها الغيبة والنميمة كانت أم تغتاب الناس وتنم عليهم وكانت تتعمد حضور المناسبات لفعل ذلك كون الأمر سهلا وممتعا لكثير من النساء وهنا لا يدركنا عقبة ذلك إلا بعد فوات الأوان اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين وقنا شرور أنفسنا واهدنا صراطك المستقيم شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة